قال مصدر بالطب الشرعي في تصريحات خاصة اليوم الأحد 16 فبراير 2020 للوطن أن الصفة التشريحية للصحفية رحاب بدر لم ترصد أي شيء يرجح وجود شبهة جنائية في الوفاة مضيفا أنه في أثناء التشريح أخذت عينات ورسلت للمعمل الطبي والكيماوي الخاص بالمصلحة لبيان هل كانت تأخذ أي أدوية خاصة بالصحة النفسية من عدمه وأوضح المصدر أن نتائج التحليل لن تغير في نتيجة التشريح التي أكدت بأن وفاة الصحفية ليست جنائية مشيرا إلى أن التقرير النهائي الخاص بسرد وفاة الصحفية رحاب بدر سيجرى الانتهاء من كتابته وإرساله إلى النيابة العامة خلال أيام وده الخبر كتبوا الوطن في الأحد 16 فبراير 2020 عاجل مصدر بالطب الشرعي يحسم الجدل حول وفاة الصحفية رحاب بدر الله يرحمه وهنشوف دلوقتي زوجها قال إيه أكد أيمن عبد المنعم زوج الصحفية الراحلة رحاب بدر أن ما تردد حول انتحارها غير صحيح بالمرة وأن هناك شبهة جنائية في الأمر وقال من خلال حسابه الرسمي على الفيسبوك خبر انتحار رحاب غير صحيح بالمرة وجاري مقادات كل من أصدر شائعات رحاب عمرها ما أخرت علاجات الاكتئاب وما فيش عندنا ولا مراوح ولا جنشات بالسقف الموضوع جنائي حرامي دخل يسرق وأنا مسافر شكرا لك يا هويدا للتوضيح وقريب هرد على كل واحد كتب كلام لا يمط للحقيقة بصلة اللي بينتحر ما بيشتريش أكل وشوكولاتة وبيبسي وتكلمني تهزر معايا وتتفق معايا أنها هتاكل وتطلبني ونتكلم لحد ما تنام لإني ما كنتش بالقاهرة وتسيب الأكل ما فتحتهش أصلا وأضاف رحاب كانت رجلها على الأرض وقفة مش متعلقة ومش في جنش ولا مراوح ولا غيره رحاب كانت بتتمنى تسافر تعمل عمرها وده كان حيتم قريب وفوق كل ده ابنها كان أهم شيء في حياتها وتفاصيل كتير قوي هحكيها في وقتها وهيتم مقادات كل من قرر يقلف ويكتب أي كلام ليعمل سبق أخيرا دي آخر صورة لنا مع بعض قبل الوفاة بيوق والعائل يقول هل دي واحدة حتسيبني وتروح تنتحر ونشر الصورة الجميلة ديت وهم مع بعض في أتم سعادة ويلمش معقولة دي واحدة شكل واحدة هتروح تنتحر متزوعة ومكياج كامل ومبسوطة مع جزء وكتب أيضا من ساعتين في النهاردة أول فبراير 2020 الله يرحمك يا روبي ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يا أغلى وأحن وأطيب وأجمل إنسانة جات في الدنيا ويصبرنا أنا وابنك وأحبابك على فراقك ربنا يسبتك عند السؤال ويجعل مسواكي الجنة عزاء زوجتي الغالية رحاب بدر اليوم السبت بمسجد النوت شارع 200 دجلة المعادي ادعو لها بالرحمة والمغفرة إنها لله وإنها إليه راجعون وردت عليه واحدة اسمها حنانة عبد الله وأنا أشهد الله أنها كانت ونعمة الصديقة والسند والجدعانة والطيبة والطاقة الإيجابية لولا الغربة ما كانش الواحد بعد عنها بس دايما كنا بنتطمن على بعض من فترة للتانية واستحالة تفكر في حاجة زي دي ربنا يرحمك يا حبيتي وينور قبرك ويصبرنا جميعا وصارت وفاة الصحفية الشاب رحاب بدر جدلا واسعا في السوشيال ميديا وكانت وفاتها بما سابت صدمة لأهلها وأصدقائها بعد العصور على جثتها داخل المنزل وتردرت الكثير من الأقويل دون دليل سابت حيث خمن البعض أنها قامت بالانتحار فالأمر الذي استبعده كل من يعرفها جيدا خصوصا أنها شخصية مؤمنة بالله ومحبة للحياة وفقا لحديث القريبين منها أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الصحفية رحاب بدر المنصق الإعلامي لمهرجان الأقصر السينمائي الأفريقي بعد العصور 30 يناير 2020 مشنوقة داخل شقتها بمنطقة المعادي وطلبت تحريات المباحث وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن المتوفاء عصر على جثتها مشنوقة داخل غرفة نومها معلقة في أحد الأعمدة وتم نطل الجثة إلى مشرحة زنهم لبيان أسباب الوفاة وطلبت النيابة انتداء بخبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات جي رحاب بدر الله يرحمها وجدت مشنوقة مبارح الخميس 30 يناير 2020 هنا مع ابنها حمزة ربنا يعينه ويصبره جي رحاب بدره وستمعت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق العقوال والدة المتوفاء التي قالت في التحقيقات أنها اتصلت بنجلتها أكثر من مرة على مدار اليوم ولم ترد ابنتها على هاتفها المحمود فاتصلت بزوجها المخرج أيمن عبد المنح ما الذي اتصل وعاود الاتصال عليها أكثر من مرة وبعد عدة ساعات توجهت الأم إلى منزل ابنتها بمنطقة المعادي وقامت بترك باب الشقة ولكن لم تستجيب فاستعانت ببعض الجيران لفتح الباب وأضافت والدة المتوفاء في التحقيقات عقب دخولها الشقة أنها عاصرت على جثة ابنتها مشنوقة في غرفة نومها في أحد الأعمدة بجوار سرير النوم فاتصلت على زوجها الذي حضر منها الإسكندرية على الفور لمعرفة الأمر ده جزهة مخرج أيمن عبد المنان ودي صورة دي معاها من على حسابه على الفيسبوك واستمعت النيابة إلى أقوال زوج المتوفاء الذي أكد أنه علم بالخبر من خلال والدة سوكته وأنه اتصل بها أكثر من مرة لكنها لم ترد وطلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمصرح الحادث لفحصها لبيان عامة إذا كانت هناك أي شبهة جنائية من عدمه كما طلبت النيابة بيان بكافة الاتصالات والمكالمات التي أجرتها الصحفية قبل الحادث وفحص رسائل الهاتف الواتساب والفيسبوك وطلبت تحريات حول الحادث لتحديد عما إذا كانت المتوفان تحرت عما هناك شبهة جنائية في الحادث وكانت الإعلامية رحاب بدر قد نشرت قبل الواقعة بيوم بوست على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قالت فيه اللحابب ينضم للتجربة متطوعا ويعيش حالة نشاط الفني في الأقصر خلال المهرجان يشارك على الإيميل في أقرب وقت للمشاركة في المهرجان بما معناه أن هي بتعيش حياتها الطبيعية ودي البوست اللي حطته في 29 يناير ساعة 7 بالليل وكمان كانت بتشعر بالحماسة اللحابب ينضم للتجربة متطوعا يوصلنا وكتبت على البوست ده اغتنم الفرصة لتجربة مهرجان الأقصر السينمائي على الأفريق من الداحل بالانضمام إلى فريقان نحن لا ندفع المال ولكننا نصنع ذكريات عظيمة وخبرة شخصية هناك وسوف نغطي تكلفة الإقامة الخاصة بك ونقلها لذا إذا كنت تتكلم بطلاقة الإنجليزية أو الفرنسية فأنت من مصر والعمر من 18 إلى 25 سنة ويكون لديك شغف السينما نحن بانتظاركم أن تكونوا أحد المتطوعين ارسل السيرة الزاتية الآن إلى محطة الإيميل وكلام ده في 29 يناير ده ابنهم حمزة ربنا يعينه ونصبره وهنا صورتها مع وزيرة الثقافة إناس عبد الدائم يعني واحدة بحياتها الطبيعية وعادية خالص يعني يعني لا في حالة نفسية ولا في حاجة تدعوها للانتحار ده صور متفرقة من على حسابها على الفيسبوك وكمان مقبلة على الحياة يعني مش مش واحدة مكتائبة عشان تنتحر يعني ربنا يظهر الحقيقة ويصبر ابنها وزوجها ده صور مع ابنها من ملاي أو من انت الحيوانات وصور من على حسابها الشخصي في الفيسبوك كلها فيها مبتسمة ومتواصلة اجتماعيا مع أصدقائها في شغلها وكوزها حط الصورة دي مع خالد الحجر وحط البوست وارده بتاعه اللي حاول يعزيه فيه وكتب خالد الحجر رحاب بدر أيمن عبد المنعم ربنا يرحمك عزيزتي رحاب بدر في الجنة ان شاء الله ربنا يصبرك يا أيمن ويصبر ابنكم ويصبر الجميع الجميع حزين ومصدوم ومصدوم من 14 ساعة فقط وأيضاً حط زوجها أيمن عبد المنعم بسطات كتير على حسابه على الفيسبوك منها محمد حمودة إن لله وإن عليه رجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية رحاب بدر زوجة أخي وأستاذي أيمن عبد المنعم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون برضو من على حسابه على الموقع الفيسبوك 12 صوته أنا أحمود حميدة المخرج أيمن عبد المنعم ربنا يكشف الحقيقة ويصبره وأنا برضو سامية بدر كتبت ادعو لرحاة بدر وربنا يصبر زوجها أيمن عبد المنعم اللهم ارحمها واتذلها واسكنها فسيح جناتك وأنزل السكينة والطمأنينة عليها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران وسبتها عند السؤال وأنس وحشتها واغسلها بالماء والسلج والبرد ونقيها من الزنوب والخطايا كما ينقى السوب الأبيض من الدنس اللهم أمين يا رب العالمين من حوالي 16 ساعة فقط أيضا شريف سيندي كتب البقاء لله ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناتك لحاب بدر وربنا يصبرك ويعينك على فراقها يا حبيبي أيمن عبد منها من 18 ساعة فقط ربنا يرحمك دي آخر صورة مع أصدقائها وآخر فقط حقته قبل يوم من رحلة لو أعجبكم الفيديو رب تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم